يا نور عيني حبكم ساكن فؤادي يا احباب قلبي انتم غاية مرادي شوق عذابني وانا ماشي معي في اليد حيلة يفوز يفوز من كان النبي طاها دليل الحمد لله الإله الفاطر وصلى الله على عبده ومصطفاه وحبيبه ورسوله النبي الشاكر أكرمي كل ذاكر وإمامي كل صابر اللهم صلي وسلم على عبدك المصطفى المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته الطاهر وعلى أصحابه الأكابر من كل مهاجر وناصر وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا رحمن أما بعد فإننا معاشر أهل ملة الحق والهدى جعل الله لنا المقتدى سيد الوجود عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلنا في سيرته وهديه القدوة الكاملة ولنا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأسوة الكاملة الفاضلة ولقد كان فيما حدث له في سيرته الكريمة ما بين رجوعه من الطائف وما بين إسرائيه ومعراجه إسلام سيدنا الطفيل بن عمر الدوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه هذا الطفيل بن عمر كان شاعرا وكان ذا منزلة في قومه كان كريما بين القوم ومرفوع الرتبة ومطاعم في قومه أيضا قدم إلى مكة المكرمة في عمرة له فلما قدم إلى مكة خاف زعمه قريش أن يسمع الكلام الحق من نبي الحق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهم يرون أن من استمع وأن صطى إلى هذا الكلام العذب من طاهر القلب وفصيح اللسان صلى الله عليه وسلم أسيرا بعذب قوله وج كريم خلقه وبهجة الحق اللائحة عليه فخافوا أن يسمع منه الطفيل بن عمر فيسلم خافوا أن ينقل ذلك الإسلام إلى قبيلته وإلى قومه وهكذا التخوفات من الهدى ونور الحق التي تصيب القلوب وهي في ذلك واهمة لأن انتشار الحق وبهوره في الوجود ليس إلا في مصلحة الكل وليس إلا في منفعة الكل وليس إلا فيما يفيد الإنسانية ويفيد البشرية ويرقيها مراقيها العالية ولكن النفس البشرية لا تزال في أوهامها وخيالاتها تبعد عن جانب الصدق مع الله تبارك وتعالى أو جانب إدراك الحقيقة فتجنح إلى ما يتوافق مع هواها ومع ما يغلب عليها من شهواتها من ذلك كله رأينا زعماء قريش كيف خافوا هذا التخوف وأرادوا أن لا ينزل الإسلام في قلب الطفيل بن عمر وأمثال هذا واقع بين أهل الحق والباطل والهدى والضلال في كل زمان ولكن هل كل من أريد أن لا يهتدي وأن لا يستنير وأن لا يتبين له الحق واستعملت الوسائل له يصد نهائيا إن ذلك مجرد سبب ولكن قدرة الله وإرادته وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل جلال وتعالى في علاء تأخذ بالقلوب إلى حيث يريد الله جل جلال وتعالى في علاء واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فبذلك بذل الجهد ليمنع الطفيل بن عمر الدوسي من الإسلام وشاءت له قدرة الله وإرادته الهداية فما كان إلا الإسلام إذن فلا ينبغي أن يقطع على أحد بخاتمة ولا مصير ولا ينبغي أن يؤسى ممن قامت العوامل حواليه والوسائل تحجبه عن هذا الإسلام وعن هذا النور فإن الله يهدي لنوره من يشاء تعالى في علاه يهدي الله لنوره من يشاء اللهم اهدنا في من هديت أراد الله تبارك وتعالى أن تسبق الهداية لهذا الطفيل بن عمر الدوسي مع أنه قبل أن يسلم وأن يسمع كلام الهدى تلقى تحذيرات وتلقى صدا وتلقى إبعادا عن أن يصغي أو يستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحدث عن ذلك وأن قريشا ما زال به حتى أجمع أن لا يسمع من النبي محمد وأن لا يدنو منه وأن لا يدع أذنه تنصط إلى كلمة منه كان منه ذلك حتى لما أراد خروج المسجد للعمرة والطواف أخذ الكرسف أي القطن فوضعه في أذنه حشى أذنيه بالقطن خشية أن يسمع كلمة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فانظر إلى هذا المستوى في البعد ويريد الله أن يقرب هو يتباعد ويريد الله أن يقرب فسمع من الكلام ما نفره من النبي محمد وما جعله يعزم ويصمم أن لا يسمع وأن يتوسل إلى ذلك ويتوسط بوضع القطن في أذنيه فوضع القطن في أذنيه حتى لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما وخرج إلى المسجد لما كان يحكي القصة يقول وأبى الله إلا أن أسمع منه مقالا صلى الله عليه وسلم قال فدخلت المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يصلي عند القعبة فرسول الله في صلاته يقرأ القرآن والطفيل يمر في طوافه وفي أذنيه الكرسوف أي هذا القطن ومع ذلك يسبق إلى سمعه بعض الآيات قال فسمعت كلاما حسنا فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي أنا أعرف الحسن من القبيح ولما أمنع نفسي عن الاستماع أنظر إلى ما يقول وإلى ما عنده فإن كان حسنا قبلته وإن كان غير ذلك رددته خاطر هداية ساقه الله إلى قلبه وهكذا كم يهدي الله تبارك وتعالى من يشاء بعد هذا الحذر الكبير الطويل العريض من أن يستمع إلى رسول الله أبو الله إلا أن يسمع وبعد أن سمع اشتعل نور الإيمان في قلبه فتوجه توجه إلى أن ينظر إلى هذا المقأ إلى أن يصغي إليه وقد سبق لنا أن الإصغاء والإنصاط هو المفتاح للإهتداء خاصة إذا استمع الإنسان بالإنصاف بالتعظيم بالتصديق وأنه الأمر الذي نحتاجه عند استماعنا للقرآن ولكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإننا منعنا كثيرا من أنوار القرآن وأسراره لأننا اتخذنا قراءته مجرد عادة أو لأن كيفية إنصاطنا له لا تأخذ منا الصدق في الاجتماع على الاهتداء بنور هذا القرآن وتأمل معانيه للعمل بما فيه ثقة أنه كلام مكون القون وبارئ الوجود ليس فوقه كلام والحق فيه ولا حق إلا ما جاء به هذا أمر نحتاج أن نجدده فينا وأن نحسن الإصغاء والاستماع لنحوى بكنوز عظمة الوحي القرآن المنزل وبيان النبي المرسل صلى الله عليه وسلم كيفية استماعنا للأحاديث وكيفية تعظيمنا لها وفرحنا بمن يحفظه من أبنائنا وبناتنا القرآن أو الحديث الشريف وتسابقهم على ذلك وتعظيمهم لذلك وهو زينة لكل أحد منهم من كان متفرغا لعلوم الدين والشرعي أو من كان ذا حرفة أو مهنة أو مكانة في تجارة أو في هندسة إلى غير ذلك من زينتهم وحليتهم أن تكون بواطنهم منورة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الطفيل بن عمر فأتبعته إلى داره عندما خرج صلى الله عليه وسلم من المسجد وفيه ثبات رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأجواء والأحوال التي لا نقدر أن نتصور حقيقتها ولكن نقرب من إدراك شيء من هذه الحقيقة بما ورد إلينا في السيرة الكريمة جو مليء بالتربص برسول الله والإذا لرسول الله والقيدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقواء متعاونة على ذلك ورسول الله ثابت ثابت الضمير ثابت الجاش ثابت القلب من شرح الصدر صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بحق الاستقامة على العبادة قائم عند الكعبة يصلي فجاء هذا الوافد فاستمع منه وهو قائم يصلي وفي هذا إشارة لنا معشر الأمة أننا مهما استقمنا على المنهاج وصدقنا مع الحق تبارك وتعالى فإن الله جل جلاله وتعالى فعلا ينشر من ذلك أنوارا للهداية ويجعل لنا حظا حسنا في العاقبة وفي المصير فلنثبت ولنستقم ولا نتردد ولا نتزعزع عن الآداب عن السنن عن الطاعة عن العبادة عن الأعمال الصالحة فنعمة تجارة الرابحة هي لنستقم عليها ولنقم بحقها وستكون النتائج ولا نستعجل ولا نيأس ولا نجزع ولا نتبرم هذا من كنوز ما يفيد الإيمان وعلينا فلا ينبغي أن نحرمه ولا أن نقطع عنه رسول الله في ثباته كان سببا لهداية هذا الإنسان الذي نواصل الحديث عن ما جرى له بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى نور عيني حبكم ساكن فؤادي ومضط فيل بن عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى بعد أن تم طوافه يتبع هذا النبي إلى بيته ومنزله هذه نتيجة الاستقامة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثباته على العبادة والتي كانت هي الأداة مع خلقه الكريم لهداية الله العبادة وإنقاذهم من السوء وإنقاذهم من الشر صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم قوم كلموه حتى أجمع أن لا يسمعه وأنه وبع القطن في أذنيه حتى لا يسمعه فهب الله إلا أن يسمع قال فقل لي ما عندك فدعاه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وتلع عليه من القرآن ومنه سورة الإخلاص فامتلأ نؤرا بهذا الكلأ وعلم أنه الحق فأسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى هذا الذي حذر ووصل به التحذير إلى أن يتأثر به نفسيا حتى يضع القطن في أذنيه يسلم ويدخل في جائرة دين الله تعالى لا تيأس من أحد ولا تحكم على أحد بنهايته ولا بخاتمة تأدى بيها المؤمن فكم ضر من ضر استعجالهم للنتائج أو حكمهم على الآخرين بشيء رأوه منهم ولو رأيته في قمة العناد أو في قمة البودي فلا تحكم عليه فإن ربك يهدي من يشاء ويضل من يشاء وقل يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك أسلم الطفيل وقال يا رسول الله إني مطاع في قومي وإني ذاهب إليهم فأدعوهم قال اذهب إليهم فادعوهم وعلمهم قال أدعو الله أن يكون لعونا عليهم قال اللهم اجعل له آية وبذلك نعلم أن الآيات وظهورها سبب من الأسباب لكن تظل أيضا غير الفاصلة في الأمر فكم وكم من آية بينة وضحت لذا ولذاك فلم يهتدي ولم يسلم فسبحان مقلب القلوب سبحان من بيده الأمور سبحان الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء اللهم هدنا في من هديت معاشر المؤمنين يجب أن ندرك سراء علاقتنا بالحق تعالى فنطمئن ونامنا بالفضل الإلهي ونشهد منة الله علينا في هدايتنا للنور والهدى ونثبت على ذلك ونعلم أن ظهور الآيات واستتارها بأمر الله تعالى وقالت رسل لقومهم لما طلبوا منهم الآيات وما كان لنا أن نأتيكم بآية إلا بإذن الله جل جلاله وتعالى في علاه فلا ينبغي لعاقل المؤمن أن يستعجل شيئا ولا أن يتطلب بروز الآيات الكثيرة وللبروز الآيات الكثيرة أثر من الآثار بعد ذلك في أنه يعجل الجزاء لمن لم يستجب ومن لم يؤمن كما قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون ويقول سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا لقضي الأمر ويقول هكذا في هذه المعاني الواسعة في أنه إذا عظمت الآيات كانت نتيجة عدم الإيمان تعجيل العقوبات وهذا الذي يحذر طلب الطفيل بن عمر معونة من الله فدعى الله له النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤيده بآية فجعل له الآية يقول الطفيل بن عمر فلما أقبلت على قومي كنت مشرفا عليهم من عقبة تشرف عليهم في المكان الذي هم فيه في ليلة مظلمة قال أشرق نورون بين عينيهم فقلت اللهم في غير وجهي حتى لا يظن أنها مثلة ألا يظن أن ذلك نقمة وأن هذا أمر يزري بالطفيل يقول فانتقل النور إلى رأس صوته فصار يذيء رأس صوته حتى رآه أهل الحاضرة منيرا حتى لقب بعد ذلك وسمي بذي النور رضي الله تعالى عنه قال ودخلت فيهم فجاءني أبي فقلت يا أبي إليك عني ما لك يا ابني قال إني اتبعت محمدا وأسلمت وأنا على دينه قال فديني دينك فأسلم أبو قال وجاءتني صاحبتي يعني زوجته فقلت إليك عني فإني أسلمت لله واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم ودخلت في ديني قالت فديني دينك فأسلم وأخذ يعرض الإسلام على قومه فأبطأ ولم يسلموا كان مطاعا في قومه وكان يتوقع أن يسلموا سريعا وهكذا شؤون الحياة لا ينبغي للإنسان أن يستعجل فيها الأمور وقد يكون الإنسان مطاعا في كثير من الشؤون والأحوال ولكن فيما يتعلق بالأمور الكبيرة التي تتعلق بنفس الإنسان ويترتب عليها سعادة الأبد أو شقاوة الأبد أو شقاوة الأبد لا يكون الطاعة فيها هينة وسهلة وحسبنا سيد وجود نفسه كيف كان بين قومه معظما مبجلا ينقاد لأمره ويسمعوا لرأيه ثم كذبوه لما عرض عليهم الأمر وقد قال لهم ما تقولون لو قلت لكم أن وراء هذا الجبل جيش مصبيحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقية قالوا ما جربنا عليك كذبا قط ما جربنا عليك كذبا قط فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد والله إنكم لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظن وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا أعبد الله لتسرك بي شيء فقام أبو الهب يقول تبا لك وكان ما كان من تكذيبهم وصدهم كما سمعنا إذن فلا تظنن أن من كان مطاعا في أمر له أن يغتر بأن يطاع في كل شيء بل وفي واقع الناس في حياتهم كثيرا من هذه الشؤون ويكون الرجل ذا كلمة آفذة ومكانة عالية وفي موقف من المواقف يتغير عليه كل شيء وينقلب عليه ذا أو ذاك فلا تثق إلا بمجلب القلوب ولا تعتمد إلا عليه واطلب المنزلة عنده وحسبك إن لم يكن بك علي غضب فلا أبع لي خذه مبدعا لك ومنهاج تنتهجه في حياتك تنجح وتفلح فإن رضا الله هو الغاية والمقصد ورضوان من الله أكبر وبيده تقليب القلوب يقبل بها على من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه فليكون قصدك هو تظفر وتنجح وتفز أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى قلت تفيل أبطأ علي القوم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أدعو الله عليهم يا رسول الله فقد أبطأ علي وقد أبطأ الدوس بالإسلام غلب عليهم الزنا وابو الإسلام فلم يدعو عليهم رسول الله طلب منه دعو عليهم فرفع النبي يدعي قال اللهم اهدي دوسا واتي بهم اللهم اهدي دوسا واتي بهم هذا نبيكم ما طلب منه الدعاء على قوم إلا عدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم فرجع إليهم بعد ذلك فأسلم وكان متأخرا سلامه فإنه هاجر نبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا بعد ومضى بدر وأحد والخندق ولم يسلموا بعد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من يدعو عليهم فدعا لهم فرجع إليهم فأسلم حتى يعلم أيضا أن المسألة هداية من الله وجود يجود به ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعوته لا بمجرد الجهد وإن كان يشكر لكل صادق مخلص ولا بمجرد أن يكون منزلة الإنسان وإن كان يحمد أن يبذل منزلته في سبيل نشر الحق والهدى أسلم القوم فقدم بمن قدم منهم ثمانون بيتا قد أسلموا من دوس وجاء بهم إلى المدينة فوافق النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر عام خيبر فيهم سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو من دوس فجاء مع القوم في عام وأسلم في ذلك العام العام الثامن من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى أهل وسلم فكان ذلك الأثر لدعوته ومنهم أم أبي هريرة طلب أبو هريرة من رسوله وقد تأخر سلامها أن يدعو لها فقال اللهم مهدي أم أبي هريرة فأسلمت رضي الله تبارك وتعالى أنهم أجمعين أولئك الذين سبقت لهم السابقة من الله بالهداية وبالنور أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى كان إسلام الطفيلي بهذه الصورة ثم هذا الصبر والمصابرة حتى جاء الأمر فوفدوا في ذلك العام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العام الذي فتح فيه خيبر وفيه قدم سيدنا جعفر بن أبي طالب وفيه قدم الأشعريون مع سيدنا جعفر في السفينة إذ خرجوا يريدون المدينة فألقت بهم الريح إلى الحبشة فجاءوا مع من أسلم أو مع القوم الذين هجروا مع جعفر بن أبي طالب إلى المدينة المنورة فوافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان من فرحه بقدوم جعفر بن أبي طالب قال لا أدري أنا بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر كذلك كانت السيرة العطرة نورنا الله بنورها وعطرنا بعطرها وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين